السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن بديل حلو جدا جدا للعلف للفراخ البيضة مش هنشيل العلف يعني النهائي لا يعني هيعتبر بديل يعني موفر أكتر نديك طاقة كده أو وجبة للفراخ أصاد العلف احنا عارفين انا احنا عاملين مع بعض خلطة حلوة قوي قوي للفراخ البيضة موفرة اقتصادية وفي نفس الوقت برضو بتدينا نتيجة حلوة جدا الناس اللي بتقولي انا تعبت من كتر بس النهاردة ان شاء الله قبل ما اتكلم في ده النهاردة ان شاء الله هنعرض شعشبة حلوة جدا جدا متوفرة ورخيصة وهتبقى غزاء حلو جدا للفراخ واجبة حلوة قوي هتحرق الدهون هتخلي الفراخ انتاجها يزيد من البيض وهتمدي الفراخ بعناصر وفيتامينات وحاجات حلوة وهتعمل حاجات حلوة او في جسم الفراخة مش ان هي بس كده مجرد هتبقى توفيره بس لا احنا هنضرب كل العصافير بحجر واحد الناس بقى اللي هي يعني زهقت من كتر الوصفات الكتير اه يعني انا معاكم طبيعي اما تسمعي كل الوصفات دي هتتحبيب بس حبيبتي الوصفات دي احنا يعني مش بنكلم شخص واحد او مش على قد حد واحد الوصفات دي انا بقولها لكل الحالات ولكل الناس انت اختاري ايه اللي يعجبك يعني اسمعي كل الوصفات اولا لما تسمعي الفيديو انت مش خاصرانا حاجة انت بتتعلمي معلومات جديدة وممكن جوه الفيديو انا بتكلم عن موضوع بس قلت عن حاجة تانية معلومة فيدك فدي هتبقى حاجة حلوة جدا بتسمعي الفيديو او بتسمعي فيديوهات اللي هي فيها تعليم وحاجات زي كده هتستفدي كتير 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 ومعلوماتك هتزيد كتير كتير وخبرتك هتزيد يعني هتضيف لنفسك خبرة الاخرين سواء بقى عملت الوصفة او ما عملتهاش لكن انا بعمل الوصفة اللي تناسب طيوري انا هتكلم عني كهوت وحطي نفسي مكانك انا بتشوف بس لن فيديوهات كتيرة جدا بشوف وصفات كتيرة بس انا بقى وانا بسمع كده بشوف الحالة دي كانت فيها ايه وهطولها الوصفة دي ليه اه عشان كتمن عندي كده اه طيب اعملها تناسبني لا انا ما عنديش الكلام اللي هم بيقولوا ده الحمد لله خلاص ما تعمليهاش تفرقتي عليها خلاص خدتي معلومة وعرفتي لا قدر الله حصلت عندك هتعمليها تمام فهمتيني فانت ما تزعلش نفسك ان انت مش كل الوصفات لازم تعمليها طيورك سليمة وحلوة تعملي ليه الوصفة دي يعني وصفة عن مثلا علاج سهيل علاج مرض كزا انا تفرقت وعرفتين بس قلبي تطمن ان انا عرفت ان لما يكون عندي لا قدر الله يحصل حالة زي كده او ده انا كنت فكرة فلانة في الفيديو الفلاني كانت عاملة حاجة زي كده طيب انا افتكر بقى قناة تربية بيتي دي كانت عاملة بس انا مش فكرة مش فكرة اسم الفيديو تكتبي ايه بقى في السيرش تروحي كاتبة كده مثلا مثلا الميكوبلازمة تربية بيتي تكتبي اسم القناة وتكتبي الحاجة المرض اللي انت بتبحسي عنه ودوسي على السيرش هيطلع لك الفيديو على طول وهكذا يبقى انت بتعرفي بتسمعي للمعرفة لما تحتاجيه هتلاقيه انا عرفتهوت ان فيه معلومة عينها وان شاء الله انما مش كل الوصفات اللي بنقاملها هنروح نطبقها الا بقى الوصفات بتاعة البيت والناس اللي عايزة فخط بيط دول اللي يمشوا معايا في الوصفات عادي يعني شو فيه برضو الوصفات اللي هي تناسبك اللي سهلة بالنسبالك اللي تجيب معاك النتيجة يعني اي وصفة كبيرها تقعد عشر تيام اسبوعين وتطلع نتيجتها وهتلاقي النتيجة على طول لو ما لقتيش نتيجة خلاص ما تقاملهاش وفي غيرها يبقى مش هي دي المشكلة اللي عند فراخك عندهم نقص في حاجة تانية شو في غيرها وهكذا دي كانت نقطة مهمة النقطة التانية بقى بالنسبة لناس اللي بتقول الفراخ ما بتبتش اه او الفراخ اللي لسه مبشرة بالبيض ومش عايزة تبيض بقالها ستة شهور وسبع شهور أنا أعتقد ولله العلم أن فيه مشكلة في تهجين الفراخ نفسها لأن الموضوع ده ظاهر ومنتشره كتير الناس بتشتكي منه أن الفراخ عدد ست شهور وسبع شهور بالذات البلد المشاعر وبرضه مش بتبيت وفيه حتى الناس بتقول أنه وشها أحمر وبرضه لسه مش عايزة تبيت وعامة فرخة وشها أحمر يبقى إن شاء الله فيه أمل إنها تبيت بس أنا حاسة أنه هو التهجين بتاعها مش مزبوط فيه حاجة غلط لأن فيه محافظات تانية ما شاء الله عندهم الفراخ للمشاعر دي حلوة جداً وبتبيت زي الصاروخ إنما محافظاته القريبة من الكاهرة البلد المشاعر فيها مش ولا بد أو بيبقى حسب برضه المكتب اللي إحنا جايبين منه فأنت خلاصة الليلة دي عايزة تعرفي فراخك بتبيت ولا لأ من لونة وشها أحمر يبقى بتبيت أو فيه أمل منها أنها تبيت يعني وشها كده باهت يبقى دية مريحة أو مش ناويات بيت تكلم بقى عن العشبة بتاعته النهاردة أو بديل العلف بتاع النهاردة وهو مش هتصدقوا بقى الليفت طب ليه الليفت؟ الليفت اليومين دول في السوق يا جماعة رخيص جداً وفضق شوية كمان وهيبقى ببلاش خالص وكمان تقدر تجيبي ورق الليفت من عند الراجل ببلاش أصلاً مش بس الراس بتاعت الليفت هي اللي مهمة لا دا الورق كمان الليفت كيلو بجنيه وهيبقى كيلو بنص جنيه فممتاز جداً جداً هيوفر لك أكل ومش بس يهمني توفير الأكل لا يهمني أن أنا أكل فرح حاجة نظيفة وحاجة حلوة وخلي بالك كمان أنت ما تأكليهم الحاجات اللي فيها فيتامينات الكلام دا هينعكس على البيض بتاعهم فهتأكلي بيضة فيها فيتامينات وبورتينات ومعادن فهتديك نتيجة كويسة فأنت لما بتنوعي في الأكل للتيور وبتجيب لهم حاجات مميزة زي اللي احنا بنحطها دي البانجر زي الليفت زي الحاجات دي فده بيأثر جداً 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 في نمو الفرخة وفي إنتاجها للبيض وكمان في نوعية البيضة اللي انت بتستهلكيها يعني انت كده تعتبر بتاكلي بيضة معمولة بالأعشاب الطبيعية العناصر والفيتامينات اللي فيها مستواها عالي لأن ده بيأثر على البيضة بتاعت الفرخة كل ما بتنوعي في الأكل كل ما بتنوعي في فيتامينات اللي موجودة في البيضة اللي انت بتاكليه طيب إيه بقى الليفت شمعنا الليفت وإيه اللي خلنا نتكلم عن الليفت الليفت يا جماعة مهم جدا لإنه هو طارد سموم رهيب بيترد السموم بطريقة حلوة قوي فيه ألياف وفيه نسبة ألياف عالية وفيه نسبة كلسترول أليلة فده بيعمل إيه الليسترول أليل ولكن الألياف عالية فده بينشط الكبد بتاع الطقر ويطرد السموم من الكبد وكمان الليفت بيطرد السموم من كل جسم الطيور مش من بس من الكبت الليفت كمان احتواء على الالياف ده بيخلي الفرخة تحس بالشبعة بتبقى راديانة وغاديانة كده مش تفضل مسعورة ومتلاهيسة وعمالة تخبط وتنقش في الارض وتاكل في كل حاجة مش تلاقي حاجة تاكلها لانها في عندها عناصر نقصة في جسمها ومتدور عليها فلكن انت لما يكون يمديها كل العناصر هتلاقي الفرخة كده هادية وحلوة ومش بتنقش كتير فهمة؟ يعني يالي تكون المعلومة وصلت ان انا لما بنوع في الاكل للفراخ ومش بس قديهم نوع واحد او علف وخلاص لأ انا بديهم حاجات تكون مهمة قوي وتكون تعوض الفيتامينات والاملاح اللي المحتاجينها فده بيخلي الفرخة كده تكون ايه متغزية ووكلة وشبعانة لما بتحطي لها اكل بتاكل ايه وهي يعني بتوفر لك برضو في حاجات كتير كمان الالياف برضو اللي في اللفت دوت مهمة جدا لحرق الدهون في الجسم ودي ميزة كبيرة احنا محتاجينها يعني احنا محتاجين اللفت دوت عشان يحرق لنا الدهون اللي في جسم الفرخ فبالتالي الفرخة هتبيض كتير الناس اللي بتشتكي من ان الفرخ مستندها من الدهن مثلا بتأكل يعيش كتير ايه وايه تأكل يعيش عليه مية العيش يتأكل متشوش يا ايه ما تقطعيه وهو لسه طري تقطعيه كتا صغيرة كده باديك او تفرقيه اليوم او ان انت لما ينشف ندشه لكن عيش مبلول لا انت كده بتعرضيهم لكل الامراض اللي تخيليها والتي لا تتخيليها العيش المبلول للفرخ وللحمام ممنوع نهائي بس خلي بالك ما بتحطي العيش العيش ده بيعمل دهون بسرعة اكتر من دهشيشة يعني العيش فضيع في الدهون انا اعمل ايه صادق يبقى نأكل حاجات زي كده نحط ردة نحط امح نحط اللفت 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 ورق اللفت مهم جدا في حر الدهون كمان اللفت دوت فيحتوي على فيتامين الف فدي حاجات كتيرة حلوة اوي في اللفت اتمنى انتوا يكون متوفر عندكم اللفت في منه انواع في منه ابيض في منه احمر في منه البلدي بتاعنا دوت اللي هو ابيض في موف كلهم زي بعض وكل اللفت منهم فيه فوائده طبعا هتجيب الارخص ويعني لو انت ممكن تشتري كمان مش لازم تشتري اللفت حتى وان كان رخيص يعني ممكن تجيبي الورق بتاع اللفت من عند الرجل اتمنى يكون الفيديو عجبكو اقوى تنسوا اللايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس شكرا والسلام عليكم ورحمة